اتحاد الكرة المصري طالب من اندية الدوري الممتاز ان هم يتعاونوا مع منتخب الشباب وان هم يسمحوا للعابيهم بالانضمام لمعسكر المنتخب المصري منتخب مصري للشباب الاخير قبل بطولة امم افريقيا وتحديدا السماح بانضمام عمر فايد من مقرار عرب ومحمد حمدي من امبي وعمر الساعي وياد العسكراني من الاسماعيلي المعسكر هينطلق ان شاء الله في الفترة من 1 فبراير ويخد خلاله منتخب مصري للشباب 3 مباريات استعدادة لمبطولة اللي هتقام ان شاء الله في الفترة من 19 فبراير حتى 2 او 12 مارس المقبل بصوا جمعا بصوا يا ريت يا ريت لو سمحتوا نتعاون مع منتخباتنا الوطنية وما حدش يقول لي اصل الفيفا وكلام احنا احنا شغالين بيننا وبين بعضينا حدش با يقول لي اصل الفيفا بيسمح بايه وما يسمحش بايه ما نخشش اللفة ديت مع منتخب مصر ساحب نروح نرف اللفة دي كل مرة وفي الاخر اللعبة بتروح لمنتخب مصر فبدري بدري كده كله يتعاون وكله يبقى لطيف وكله يفكر في منتخب مصر احنا اصلا بنلعب اللعبة دي عشان خطر منتخبات مصر الوطنية كل اندية دي بتلعب عشان خطر منتخبات مصر الوطنية مشكورة يعني وطلع لها لعيب عشان خطر منتخبات مصر الوطنية فمش محتاجة دوشة درائشة